في الستوديو تنظام إلينا خبيرة الاتيكات ومنسرقة الحفلات مايا طوبية مايا أهلا بك يا سعد صباحك نورتنا في الصباح العربية بدنا نتعلم معاك اتيكات الطعام كيفية الأكل خصوصا بمشاركة آخرين على الطاولة أكيد أول شي صباح الخير ثاني شي بدي أخبركم شوي وقتا يكون في أكل ميزة على الطاولة يلي هو أكتريت الأكل العربي كيف ممكن نتصرف كرميلة يضال كل شي ماشي نضيف وما يكون في عجقة على الطاولة لأنه كثير سهل أنه تفوت الأشياء ببعضها أول شي رح بلش بالشوك ويسكاكين أهم شي أنه وقتا يكون فيه فوطة أو قات بالمطاعم مثلا بيحطوا فوطة ورائية بالمنازل بيحطوا فوطة من ماش أو ورائية أول أول شغلة نحط على إجرينا وقتا نعود كلمال تمانجوة حالنا خاصة أنه بالأكل العربي كثير عنا منغير ومناخد صحون ومنناول بعضنا وهذا أول شغلة كثير أساسية تاني شي بالنسبة للشوك ويسكاكين المعالق أهم شي أنه كل شخص يستعمل معالقه وشوكه لنفسه فقط يعني ما يرجعوا يستعملوا لأنه يصبوها خاصة وقتا يكونوا حتى لو كانوا جمعات عائلية والناس يأخذين وجهة بعضها الأفضل دايما أنه نسكو بمعلقة غير عن المعلقة اللي عم ناكل فيها أو الشوكه اللي عم ناكل فيها خلينا نشوف مايا وأنا بدأ أسألك سؤال أنا أسألوا لأتلي العصفورك بتحب الأكل فبما أنه مغشتك في هلأ أكل قدامنا مثلا في عندك الكعك في ناس لحظت بيجي بيغمسوا بالكعك من الصحن الشغلة كثير مهمة أنه بس 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 الخبز والكعك ممكن ناخده بإيدنا ونكله بإيدنا يعني بكل حتى بالأكل الأوروبي والعربي الخبز ما بيتتكل يعني مثلا خلينا ناخد هيدا مثلا ونجرب قدنا فينا وقتا نسناول ما ندق ببقية الغراض خاصة هلأ زيادة مع الكوفيد يعني بدنا نحترم إنه من ندق بالبقية فممكن عادي يعني نقدير نشوفها للشقفة إن كان خبز إن كان مثلا هلأ هون عنا كعك وبتعفلة إنه بالميزة معروفين نحنا باللقمة فعادي جدا إنه نقدير نبرمها نلفها ونقدير ناخد لقمة هيدا جدا طبيعية بس صحن عادي بس عشرت إنه الأصابيع ما ينزلوا ما يغمسوا بالحموس أو المتبل أو شو ما كنا عم ناكل هلأ هو كمان فيك تسك بالحموس أوكي على صحنك على صحنك وتأكل هيدا الأفضل بس في حال هيدا منا غلط في حال ما دقينا أصابيعنا بالأكل هيدا أول شغلة تاني شغلة هو وقتا ينزل الأكل حتى وقتا نطلب نصيحة لأن كل المطاعم اللبنانية والعربية ما بيجيبوا مع معالق سكب هاي المشكلة فالواحد بيصفي عم بياخد سكينته وعم بياخد من اللبنة للحموس فأساسا وقتا توصلوا تطلبوا معالق زيادة مش معالق سكب لأن معالق سكب كتير كبار لهيك إشيا المعالق الشوربة العادية ينزلوا كل الأطباء هالأفضل إنه ينزلوا كل الأطباء مع هالمعلقة طيب على كل ما يسألنا الناس ما رأيك بثقافة مشاركة تناول الطعام مع الآخرين نشوفه نرجع لك أكيد غلط كل حالك أحسن شيء اللعب وحدك ترجع عراضي مثل ما بقول مثلا الشغلة مهمة ومنيعة ومعقولة وممكن توفرها الجايب إذا هو بيدفعها الأكل مع الآخرين مثل بيحسسك بالعلاقة شو اسمهم فيك تقول علاقة العائلية أكتر يعني بعد ما سمعنا هيك أراء الناس على مشاركة الأكل دايما بيقولولك إنه الأكل فن مش بس بالطهي الأكل الفن بالثقافة والمشاركة مظبور اليوم كنا عم نحكي كيف عم ناكل مع بعض طب مشاركة الأطباق كيف إذا كان طبق فردي أو طبق جماعي المشاركة هلأ نحن نحكي على الجماعي كرميلتا نشوف كيف أهم الشيء نراعي إذا السحن ما بق فيه كتير إذا خلينا نقولها لهون في حلوم فيه ثلاث قطع ونحن سبعة قاعدين أنا إذا بدي أسكب بيخد السحن بمرء و بسأل غيري إذا حدا بيحب حدا بيريد برجع بسكب لحالي وإذا حدا بيريد بناوله السحن برجع بسكب ورا وإذا بل آخر حبة كبير وآخر حبة كمان عطول بنا نسأل عطول عطول وغير هيك الشغلة كتير مهمة إذا الصحن شوي بعيد عننا ما نطلع فوق الصحون أو ما نقوم عن الطاولة تناخد صحن فينا نسأل الشخص اللي حدنا أو الحدو فينا ناخدهم من بعض فأهم شيء ما نطلع فوق الطاولة وأهم شيء لأمتع فيه مثلا تابولة والفتوش وكلهم فيهم صحن ما نسكب من خلينا نقول تابولة لو أنها هون قريبة عليها بس فيه بين وبين صحن أو صحنين ما نسكب دغري لأنه صحن معقولة شرشير على كذا صحن هي وصلة على صحن نجيب الصحن العاد نتجاب مزبوط منقرب لصحن التابولة ومنسكب بصحن طيب مايا في وطن العربي في أطباق تقليدية أنت كلب فيه طبق كبير ينحط للجميع الكوسكوسية المندين المضبئ الكبسة مزبوط ماذا الاتيكات لتصرف؟ هذا الوضع الخاص لأنه فيه تقاليد لأنه أنا إذا بيجي 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 الأفضل يسكبوا بالمعلقة بس المنسف أصوله مثلا يتاكل جماعي نفس الشي لأكلات تقليدية هولي هيضلهم تقليدية فيه ناس عم بيغيروا خاصة الجيل الأصغر بس الكبار ما عم بيغيروا بس ورغم أنهم بتشاركوا مع بعض مثلا طبق المنسف برضو فيه أصول معينة لازم رجع يدهم لورا وممنوع كمان فيه فيه تقافة مزبوط 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 معينة لآخر جزيلا نورتينا مايا طوبية خبيرة لتيكات. شكرا لك. اشتركوا في القناة